سعيدة بلقائكم مشاهدين الكرام في عدد خاص من برنامج تحريات الذي سنحول من خلاله تسليط الضوء على عصانة جهاز الشرطة في جميع تخصصاته للنقاش في الموضوع نسعد بلقاء السيد المدير الأمن العمومي السيد عيسانيني نحب بك سيدي شكرا سيدتي شكرا على يساري نحب كذلك بمدير الإدارة العامة سيد محمد نوي السيفي نحب بك سيدي معنا في البرنامج نحب كذلك برئيس خالية الاتصال والصحافة بمديرية العامة للأمن الوطني نحب بك سيد العمر العروم مرحب بك شكرا شكرا كذلك نحب بمدير المتحف لنا متواجدين فيها اليوم نحب بك السيد شوقي عبدالكريم مرحب بك سيدة المتحف المركزي للشرطة نشكرك على الاستضافة تاك داخل المتحف وبالمناسبة نتحط شوية على الأسباب يعني أسباب وجود المتحف المركزي للشرطة هنا وكذلك ما هو الهدف منه تفضل بعد بسم الله الرحمن الرحيم المتحف المركزي للشرطة مؤسسة أمنية تعنا بتاريخ الشرطة الجزائرية وتدوينه عبر العصور لسيما مرحلة ما بعد الاستقلال ظهرت هذه المؤسسة بالضبط يوم 17 جوليا 2021 وهي تعنا بتاريخ الشرطة الجزائرية وما الانتاج أو التاريخ الذي يقوم به زملائنا في الميدان المتحف يسجل تلك الأحداث وتلك المواقف وتلك الأعمال المجيدة بكل اعتزاز وافتخار وهو دعوب في ذلك ويسعى إلى تقديمها إلى النشء الجديد أبنائنا لكي يعلموا عن جزء من ما يقوم به بعض أبناء الجزائر البارة ربما الكثير من المشاهدين يتساؤلون عما يوجد داخل هذا المتحف هل يمكن لكم باختصار يعني توضيح للمشاهدين وش كاين في هذا المتحف ولا يقدر المشاهدين يعني يزوروا المتحف كيفاش يقدروا يستفادوا منه تفضل شكرا المتحف مفتوح يوميا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة إلى الساعة الرابعة مساء بدون توقف ومفتوح إلى جميع شرائح المجتمع ومقره في المدرسة العليا للشرطة بالشاطوناف يضم المتحف لوحات تسرد تاريخ الشرطة الجزائرية منذ حوالي 203 قبل الميلاد إلى يومنا هذا وأيضا يحوي المتحف بين جدرانه بعض الوثائق بعض الأسلحة بعض الألبسة بعض الصور بعض الأجهزة التي استعملت من طرف الشرطة الجزائرية وهو دوما في عملية بحث وتجديد وتزويد وإثراء محتوياته كلما سمحت الفؤرصة بذلك كذلك البحث عن تاريخ الشرطة الجزائرية عبر العصور وتقديمه دائما كما قلت إلى أبناء الجزائر وإلى أيضا مختلف شرائح خارج الجزائر يعني حتى الزوار من خارج الوطن إذا نقدر من هذا المنبر يعني نقول المشاهدين يمكنهم يجوا مراتين في الأسبوع لا كل يوم من اليوم الأحد إلى يوم الخميس بدون توقف بدون توقف يعني دعوة إليكم مشاهدينا متحف المركزي للشرطة هنا مع المدير يستقبل المواطنين مرحبا بي الله يصطرك سيدي إذن عدد من القضايا بمختلف أنواعها تم معالجتها من قبل مصالح الشرطة القضائية منها المتعلقة بجرائم القتل وأخرى بترويج المخدرات قضايا متعلقة بالنصب والإحتيال وحتى الجرائم الإلكترونية هل ارتفعت الحصيلة أم انخفضت؟ ما هي الأسباب والدوافع؟ وهل من إجراءات للحد من هذه الجرائم؟ نتابع التقرير ثم نعود للنقاش موسيقى عرفت سنة 2016 انتشارا رهيبا للعديد من المشاهد الإجرامية التي أحض حيتها أشخاص من مختلف الفئات العمرية لا ذنب لهم سوى أنهم وقعوا فريسة وحوش بشري موسيقى تفشي ظاهرة الإجرام في الجزائر دفعت بالجهات الأمنية للبلاد لدق نقوس الخطر واتخاذ إجراءات ردعية لمن تسول له نفسه التعدي على حرمة وحقوق الآخرين والأكيد أن المصالح الأمنية تصهر دوما على القضاء والحد على مثل هذه التصرفات الإجرامية ومعاقبة مرتكبها نتأسف لمشاهدة مثل هذه الجرائم سيد مدير الأمن العمومي نبدأ سؤالي معك سيدي ما هي استراتيجية المديرة العملي الأمن الوطني لمكافحة الإجرام بصفة عامة بشتى أنواعه هل مديرية العملي الأمن الوطني وضعت استراتيجية لمكافحة الإجرام هذا شكرا بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بدون الشك بدون هذه الاستراتيجية وبدون هذا التجنيد وبدون هذا الخطط والتنسيق الكامل لما كانت الإحصاءات التي عرضت منها أو ما تكلمتم عنه في مستوى مرتفع جدا جدا نحن نعلم أن المتطلبات الأمنية تجاوبت مع المدير العام الوطني من خلال وضع كل الوسائل وكل الإمكانات خاصة للقضاء على كل أشكال الإجرام والإجرام بمختلف أنواعه سواء تعلق الأمر بالضرب والجرح والجنح والمخالفات البسيطة إلى تلك الجرائم المنظمة والعابرة وأظن أننا على مستوى المدير العامة الأمن الوطني استطعنا أن ندحرج الإحصاءات شيئا فشيئا للوصول إلى المبتغة هذا لا يعني أنه مازلت قضينا على الكل ولكن نأمل أن نستمر في هذه الاستراتيجية وبالأخص التعاون مع المواطن لأنه هو رأس المال وهو الكافيل بمساعدة مصالحي للقضاء تدريجيا خاصة على آفة المخدرات التي تنخر المجتمع نعم يعني بسبب أثناء المخدرات السيد عيسى نيلي يعني هو سبب أو دافع يعني بدرجة أولى يؤدي دائما إلى التكاب يعني جرائم قتل أو جرائم الإختطافات جرائم القتل للمخدرات دائما تكون يعني سبب وراء هذه الجرائم أولا يجب علينا وعلى المجتمع ككل أن يفهم أن جرائم الإختطاف وجرائم القتل بعددها ليس كما يروج له عرفت حلول قياسها أما كل ما هو متعلق بجرائم نقدر القول خاصة في مجتمع الإختطاف فيجب التأكيد والتمحص في مآلاتها وموضعاتها بحيث ليس كل ما يخفى على الأنظار لمدة 24 ساعة أو 28 ساعة يعدوا اختطاف ويتم الترويج له ليطمئن المجتمع وليطمئن المواطن من خلال إعلامكم أننا بالمرصاد لكل جرائم ومختلف الجرائم بخصفة خاصة جرائم القتل التي استطيع القول أن نسبة النجاح فيها وفي حل الغازها كلها ناجحة وربما في بعض الجوانب ولكن على المستوى الوطني وعمما مصالحنا العملياتية بفضل الوسائل والمعيدات والتجهيزات وكذلك بفضل التقنيات استطعنا إلى حل الغاز كل جرائم القتل على المستوى الوطني بالحديث عن التقنيات سيد المدير الإدارة العامة هل صخرة مديرية العامة للأمن الوطني أو الإدارة العامة هل صخرة أجهزة جديدة أو حديثة لتسهيل ربما التحقيق على المحققين بطبع المديرية العامة للأمن الوطني القيادة العليا والرأسها سيد الليواء المدير العامة للأمن الوطني الإجتهاد متواصل لتوفير كل الوسائل التي تمكن الشرطي لتأدية ما أهمه بالمرصاد الإمكانيات هذه الحديثة تدخل بتدريج إلى مصالحنا ولكن نقطة الاستثمار الأول ليس في الإمكانيات هو في رجل الشرطة يعني السيد الليواء المدير العامة للأمن الوطني الهدف الأول هو الإمكانيات الذهنية والإمكانيات الفكرية لرجل الشرطي نعم التكوين هو الأولى ومن بعد يجيوا الأجهزة هذه أحبت أن نركز على هذه النقطة لأن الشرطي ليس لا يكون مكون تعطيه الإمكانيات لا يستعملها إذن الإمكانيات الكائن والحمد لله الأجهزة متواصلة والدولة توفر الأموال اللازمة لإدراج الإمكانيات الحديثة في صفوف الأمن الوطني نعم نعم سيدي أنا نلاحظ أن الجرائم للقاتل الأبحث ترتكبوا خاصة بالأحياء الشعبية نلقوا شخصين كانت بناتهم تصفية حسابات فإذا بهما نلقوا هم مفدوا السلاح أبيض ورتكبوا جرمة قاتل نسق سيك سؤال هذا يتبادر أكيد في أذهان العديد من المشاهدين هل الشرطة يكون أثناء دوريات التحهم العادية هل لا يمكنهم التدخل؟ إذا كانت مهمة الشرطة أو فرق الشرطة أو دوريات الشرطة التي تدخل فما نزال لها من عمل نعم نحن نقول أن الشرطة متواجد في المستوى الميدان العملياتي فهو يراقب كل ما يجري حوله ويتدخل في كل النشاطات إذن أحرى به أن يتدخل لحماية الأشخاص والممتلكات وهذه المهمة الأساسية لكل شرطة في الميدان بل هي التزام وواجب من واجباتها أن يتدخل حتى ولو كان خارج أوقات عمله وكل ما ترونه من تعداد وتشكيلات أمنية ودوريات راجلة أو راكبة هي معنية سواء بالعمل الوقائي الردعي أو التدخل لإنفاذ القوانين الجمهورية هل هناك مشروع بشيزيد من مراكز الأمنية خاصة في الأحياء الشعبية؟ بالطبع سيد مدير الإدارة العامة موجود معنا وممكن عنده كل الأرقام التوسع والتغطية الأمنية لأنها أيضا مرتبطة بأمور مالية ومرتبطة أيضا بتكوين وبوجود عناصر تعنى بالعمل ضمن هذه التغطية الأمنية فيما يخص تغطية أمنية الشرح لهذا التغطية كانت تغطية أمنية وتغطية شرطية تغطية شرطية تدخل في ميدان تغطية أمنية تغطية شرطية هي وجود الشرطة كشريك لتسيير المدينة والتغطية الأمنية هذه تكون الأمن الحضاري الأمن الدائرة وأمن الولاية نعم يعني هذا التغطية الشرطية والتغطية الأمنية نزيده مصالح أخرى مختصة لقمع الإجرام من مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والجريمة المنظمة التغطية الآن تخص أمن الدوائر وصلنا إلى 82% من الدوائر على مستوى الوطني ولازم كل مدينة تكون فيها أمن حضاري إلى أي مدى تساهم ربما الوسائل التي صخرتها للإدارة العامة لتسهيل الخدمات بالنسبة للشرطة والله إحنا في الاستعمال اليوم ونتعنا نسميه لسيربيش والله لديركشون أو المدينيات أو المعنيين باللوجيستيك الإسناد والدعم ولا أظن أنه بدون هذا الدعم وبينه هذا التكامل وهذا التواصل فلابد من جهة تُعنى بالانشغالات المطروحة في مجال التمويل بالوسائل والمعيدات في التفكير بالتكفل بحاجيات هذه القوة العاملة الميدانية وبالتالي نستطيع أن نقول أن هناك تكامل وثيق ومستمر يومي ما بين الإدارات التقنية والإدارات العملياتية إذن نتيجة بدون شك هي أداء مميز ونجاح في أداء هذه المهام المنطبة بجهاز ومؤسسة الأمن الوطني ننتقل إلى موضوع آخر حيث تشهد المدن الكبرى في الجزائر ازدحام خانق والتفاع محسوس في حوادث المرور المميتة فما هي الأسباب وهل من حلول؟ أسئلة وأخرى نجيب عليها لكن بعد الفاصل أحب بكم مجدداً المشاهدين للنقاش مع سيد مدير الأمن العمومي نشاهد تقرير من إعداد الزنمين جمال بالطيب ثم نعود ارهاب الطرقات الموت المفاجئ تحت العجلات ازدحام خانق وعدم احترام إشارات المرور تعددت التسميات والمأساة واحدة لضحايا حوادث المرور توقف مفاجئ للسيارة فانفلات للمكابح هذا ما أنهى حياة الكثيرين طهور السائقين لازال يحصد أرواحاً تزداد أعدادها يوماً بعد يوم تعددت الأسباب بين السرعة المفرطة والتهور وأصابع الاتهام توجه للسائقين كما تقوم الحكومة الجزائرية بفرض عقوبات تمس جيوبهم على أن تخففوا من هذه الحوادث في حين يضرب قانون المرور بيد من حديد بين الفينة والأخرى ما يحترمونش القانون كل واحد يصوق على الحساب فهمته ذو كان نصوق كيما نحبانايا تبلي نحبس تبلي نظر أدروات أقوش أنا قاعد نشوف راني كل يوم نمشي في الطريق ما كان حتسبت على كمبرومو مش يقال طنوبيلات كينين بزيف ولا النظام الشعب مش يمنظم هذا ما كان احنا مش يمنظمي هذا ما كان السرعة المفرطة هي اللي تسبب حاولت المرور هي عدم احترام مشارات المرور سترى بزاعة طنوبيلات كل واحد كل دار عندها خمس طنوبيلات اجراءات تسعى من خلالها السلطات الى الحفاظ على حياة مستعمل الطريق للتخريف من المأساة المرورية لكن يبقى السؤال يطرح نفسه هل ستنجح هذه الاجراءات في إيقاف عجلة الموت قبل التسبب في الكوارث المرورية والحد من الاختناق المرورية في مدننا الكبرى سيدي ما هو تقييمكم للمنظومة تشريعية الحالية في مجال الامن المروري شكرا على هذا السؤال الوجيه لكن الذي يحمله حسب موضوعه سياسة كاملة ومتكاملة المنظومة التشريعية عرفت مراحل مواكبة لهذا التطور الإطار التشريعي الأخير تجسد من خلال قانون 011 والمعدل والمتمم لمرتين هذا الإطار كان لابد أن يوكبه أيضا الإطار المؤسساتي وأقصد هنا بالإطار المؤسساتي أي تعيين وتخصيص الهيئات النظامية التي تعنى ويوكل لها التنسيق وإحداث أو الاستجابة أيضا ووضع حيز العمل كل البرامج أو كل السياسات أو كل استراتيجيات التي من شأنها توفر ملاذا آمنا في كل الحاجات بالنظر إلى المنظومة الشريعية الحالية نقول أننا أنها شكلت في الفترة الأخيرة الإطار أو الانشغال الأهم بالنسبة لنا كمديري عمل الأمل الوطني فبتوجيه من السيد اللواء المدير العمل للأمل الوطني تقدمنا إلى السلطات المعنية الوصية بما فيها وزارة الداخلية ورئاس الحكومة بعدة مقاربات أو دراسات أو بحوث نعطي فيها وجهة النظر ونقترح الهيئات والآليات التي من شأنها تعزز هذا العمل كل هذه المنظومة الشريعية إذن في الوقت الحالي تقيم بأنها أدت بعاليها وهي ترسانة كبيرة وواسعة جدا أدتنا عليها ولا بد من مواكبتها لتطورات الحاصلة إن على مستوى التكوين والتدريب إن على مستوى الهيئات الرسمية التي تعنى بالدراسات والبحوث وحتى الإحصاء إن كذلك على مستوى التقييم الدوري لكل هذه المنظومة ولكل أداء المصالح ما هي أخر حصيلة على حوالي المرور أو سحب رخص السياقة والله سحب رخص السياقة بالنسبة لنا أو متشجيل مخالفات مرورية ضد المخالفين يعني بالنسبة لنا وفي التوجيهات القيادة أننا دائما نتوخى من مستعمل الطريق الالتزام بقواعد سلام المروري هذا هو الهدف الكبير وهذا في إطار عامل وقائي بحث وسيكلفنا هذا الجانب هذا يعني جهد معتبر لكل الوحدات وكذلك باتجاه المجتمع المدني والإعلام يعني يوميا موجودين في إطار تحسيس وفي إطار دعم المجتمع المدني وفي إطار أيضا تحسيس وتوعية مستعمل الطريق بضرورة الالتزام بقواعد سلام المعورية ولقد يعني في ثلث الشهر الثلث الشهر الماضية لسنة 2016 فقط كان عينة الوحدات الإقليمية العاملة في الميدان سجلت ما يزيد عن 65 حالة سحب لمختلف الفئات فئات 2 3 4 للمخالفات إذن ربما مقابل 65 ألف هذه ربما ظلنا ما يزيد عن مئة حالة توعية وتحسيس ربما ظلنا أكثر من عملية توعية وتحسيس على مستوى المدارس وبالتعاون مع بالأخص الكشافة الإسلامية وكذلك بالمؤطرين على مستوى المؤسسات التربية إذن الجهد الميداني التوعاوي التحسيسي موجود وكذلك الردع موجود الردع موجود أيضا من خلال التواجد والانتشار لعدد معتبر للدوريات الراكبة والرجلة على مستوى المناطق أرقام ضخمة سحب رخص السياقة أمم كل هذه الإجراءات الردعية إلا أننا نشاهد بصفة يومية حواليث مرور مميطة أين الخلل؟ أنا قلت بلي لو لا الانتشار ولا التواجد ولو لا هذا الجهد هذا ربما لكنت النتيجة أكبر مما نتصور نحمد الله أننا حبسنا هذا نقدر نقول على مستوى المناطق الحضارية منذ خمس سنوات ست سنوات يعني حصرنا عدد الحوادث في حوالي سبعمائة من سبعمائة سبعمائة ثمانمائة فلا أكثر وربما زملائي في الدرك الوطني والقيادة رأينا نعمل بالتنسيق في الميدان هم كذلك يقولون نفس القول ولكن لا يمكن لنا مهما أتينا من إمكانات ومهما أتينا من تعداد أن نضع حدا لهذا لو لم يكن هناك تعاون بدون تعاون على المواطن المواطن هو في حد نفسه رأي شكل خطر المركبة شكل خطر على نفسه وعلى غيره على نفسه وعلى غيره فعليه أن يستجيب فعليه أن يستجيب أن يستجيب للقانون أن يستجيب أيضا أن لا يكون ضحية يعني الضحية حاليا نحن نتكلم على الموت فقط والجرحة والجرحة الذين لهم عهات وتشويهات ويعني في أوضاع يدنى لها الجبين هل يمكنكم يعني توضيح للمشاهدين وتمدن يعني رقم من حوالية المورور في ثلث أشهر لجازد خلال الثلاث الأول لسنة 2016 عدد الحوادث كانت العدد الثلاث الأول 2016 3796 عدد الجرحة 4398 عدد القتلى 172 أي هنا عدد القتلى يعني ناقص ب 33% تقريبا أنا قلت سبق لي وقلت باللي على مستوى المناطق الحضارية والمفروض يعني السرعة تكون العنصر الأساسي في وقوع الحوادث تكون محدودة جدا لكي نلاحظ باللي فيه تقريس في عدد الحوادث أو على الأقل استاغنسيون بالنظر إلى التعداد المعتبر للسيارات التي تدخل الخدمة قد ترى السلطات التي منحتها يوم ما محجة في نزعها وهذا ما يعجرني القول أن نظام الرخصة نظام الرخصة بتنقيط الذي سأعلنت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الفترة الأخيرة سيقودنا إلى القول وأن النظام السحب الفوري لرخصة السياقة لهو يعني كلفت به مصالح الأمن نظرا للظروف التحصيل التي كانت سائدة ونظرا أيضا للإستجابة للقواعد السلام المرورية بالطبع نبارك ونهنئ هذا التوجه المستقبلي العصري الحديث في رخصة سياقة بتنقيط في رخصة سياقة غير قابلة أيضا للتزوير ولا الاستعمال الغير قانوني كل هذا يجرنا إلى أننا بيصدد بلورة استراتيجية أو سياسة وطنية جديدة في مجال الوقاية المرورية شاء الله تكون ناجحة وتنقص من حواديث المرور نأمل ذلك موديل إدارة العامة سيدي أمام كل هذه التحديات اللي قموا بها المصالح الأمن العمومي واش قدمت لهم في المقابل إدارة العامة أبطاق هي كان الأنظمة فيما يخص الإعلام الآلي اللي يروا يتعمم ويتطور في داخل مصالح الأمن الوطني الأمن العمومي الآن عنده سيارات عليها نظام ليقدر يستعملوا في مكافحة جريمة جريمة من مرور لأنها جريمة والجرائم الأخرى يعني شبكة شبكة داخل الأمن الوطني فيها عدة معطيات ليستعملوها مصالح الأمن العمومي في اختصاص مركبة خاصة يعني تتعمم على كل المراكب كاين الكاميرا ومباركي نعم كاين السيارات اللي عندها نظام لنقل الصورة والصوت بين اليوكوبتر ومصالح الشرطة يعني أجهزة حديثة أجهزة حديثة من أحد الأجهزة كاين السيارات جديدة ودخلت راح إن شاء الله من على شهر شهرين تكون في الخدمة وإن كاين كاميرات أمباركي مع المنبه الضوئي والصوتي لتسمح المصارح الأمن العمومي لنقل يعني الصور على الحواد اللي تصير تكون عندهم يعني سرعة أكثر في التحريات يعني عدة إمكانيات جديدة وحديثة هل يوجد مخطط للقضاء على الإزدحام بالمدن الكبرى المخطط الجديد للقضاء على هذا الإزدحام بالمدن الكبرى شكرا نكون صارحة معك نقول لكم هذه العبادة من حلول ضرفية إلى حلول ضرفية وصلنا إلى عدم وجود حلول لأن الحلول الضرفية دو كونجونتور على صلوش دو كونجونتور نعرف بلو أتروف دو صلوش دون ست برو بيماتيك حقيقيا الإزدحام والله ما يسمى بني لكن إذا كانت أولا المديري العام الأمل الوطني أو مصالح الشرطة مهيش الملومة في هذا المجد مهيش هي لخلقة دي سيتيش بدون ما يدير لهم طرق ما هيش هي لأنشأت طرق لا تكفي ما هيش هي لوضعت هذا إذن 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 نحن 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 لكن لنا خبرة لنا إمكانات كلما استشرنا كلما ساهمنا نعم ولو في نطاق المعقول بوضع هذه الخبرة في إطار لجنة الأمنية الولائية أو لجنة تقنية للمرور أن نعطي آراءنا يعني يدرك المدن الكبرى ما أصبح ما أصبح يعني من المستحيل أننا نستمر في طريقة ديوتي بعد أحيان خلاص انتهى هذا أضف إلى هذا هل نبقى اليوم في المدن الكبرى أنت أنا وين يعني حتى الفروج إذا كان كاين يسير يسير بطريقة يسماحني يقولك بدائية لأنه لا ينسجم مع منظومة متكاملة بحيث أنه يشعله الضوء الأخضر للسائق يشعله الضوء الأخضر للسائق ما هوش يشعله الضوء الأخضر والباساجير هفيته هو ما يقدرش يمشي يمشي من بامترا ويحبس بسكو الفروج إذن هو عمل تقني متكامل تنسيق باش لما تكون تتفتحني أنا الفروج رأى فروج كيما يجري فرور رأى فرور نمشي أموين كيلومتر دو كيلومتر باش نعم يعني هذا ما يقدرش يكون إلا إذا من خلال مركز كيما يقول الهدواء نحن نحن يا سبب شهير كيما يقول المجهودات لحل هذه المشاكل وهي الأسباب عدة الأسباب عمرانية أسباب ديمографية أسباب يعني والأمل وطني فيما يخص صورة يبدل كل الجهود لتقليص من هذه المشاكل وإن شاء الله مع الشركة الأخرين الحل يكون إن شاء الله ما كانش مشكل ما يكونش عنده حل هل يمكنكم الحديث باختصار على هذه العتاد اللي يستعملوا أو يستخدموا مصالح الشلطة أثناء محلة الصيف لدينا شعار شرطة في خدمة المواطن وشعار لدينا جهاز إمداد في خدمة الشرطة كل ما يطلبوها مصالح الأمن العمومي ولا مصالح الأخرى نحن نلبيه احتياجات التحام على حسب الطلبات التحام كم مركبات خاصة يقوم بها مصالح الشرطة؟ كان ليكواد كما كل صيف ونحن الليكواد هذا نتكلفوا بسيانة التحام كي تكون في إطاره في انتظار هذا الموسم ونعطهم المصالح الأمن العمومي يخدموا بهم في الصيف كان ليكواد وكان دوتر موايا يعني لربعية الدفع والأجهزة للازمة كجهزة الرادية وكجهزة كل إمكانيات بل شرطة يؤدي المهم بتاعه في الشاطئ كما في وسط المدينة نعم إن شاء الله أخر سؤال نجهلك سيد مدير الإدارة في إطار السياسة الجديدة المتعلقة بترشيد النفقات الأمومية ما هي الإجراءات التي اتخذتها المدرية العامة الأمن الوطني لتلبية احتياجاتها في ميدان اقتناء التجهيزات يعني خاصة اللباس هي الإقتناء نحن عندنا ميزانية مدروسة كل عام يعني بهذه الميزانية نقدرون ندروسة سلبين يعني في أجهز فيما يخص ترشيد ترشيد نفقات العمومية هي ترجع لمنهجية تسيير الإمكانيات تتعالى الأمن الوطني سيد لواء المدير الموطني والقيادة العليا يعني بصفة عامة عندها هدف هو التقليص يعني خاصة في الحالة في الوقت الراهن التقليص تقليص النفقات العمومية يعني بحاجات بسيطة تقليص استغلال الكهرباء تقليص استغلال الطاقة تقليص استغلال الوقود من جهة يعني البحث عن عن أسلوب لترشيد أكثر لهذه النفقات مثلا إنشاء وحدات خاصة للأمن الوطني للألبسة نعم لاحظنا لاحظنا يعني الشرطة على هم يعني بليباس جديد أمام العديكو بتاع اللبسة تبدلت مقارنة باللباس القادم هذه دخلي في إطار يعني العسرانة وتلبية حاجيات الشرطي الشرطي دائما دائما نحن في الاستماع للشرطي والشرطية وطلب مننا يعني بصفة غير مباشرة باش نعطوه لباس يعني أريح وأجمل نعم يعني نواصل نواصل يعني للتواصل مع جهاز الأمن الوطني توجد خالية للاتصال والعلاقات العامة باختصار سيد لاروم يعني رئيس خالية الاتصال بالمدنية العامة للأمن الوطني ما هو دور هذه الخالية وكيف يستفيد المواطن من خدمتها شكرا على السؤال قبل الإجابة لابد أن يعني نعطي تقديم صغير حتى يعني نبين أهمية الاتصال خاصة في المرحلة الأخيرة هذه نقول بأنه منذ تولي سيد اللواء المدير العام للأمن الوطني قيادة الجهاز أعطى أولوية كبيرة للاتصال لماذا؟ لأن من خلال دراسة الأولية النهار اللي جاء كانت عنده رؤية حكيمة واستراتيجية قام أولا بتعزيز ما هو موجود لأنه كان هناك إنجاز ومشى إلى جانب العصرانة والتحديث اليوم يعني هذا هو الشيء الجميل اللي قدمهنا سيد اللواء المدير العام الأمن الوطني شكرا سمحنا باش يكون تواصل الاتصال دائم مع خلية الاتصال اللي هي في كل مرة تتعامل معنا وتساعدنا باش يعني النور ورأي العام شكرا كذلك يعني نيابتنا عنه أشكركم كذلك للمجهود اللي تقوموا به الاتصال فالاهتمام بالإعلام يعني بشتى أنواعه سواء الصحة المكتوبة السمع البصري الإعلام الإلكتروني يعني كل قنوات الاتصال هذا الاتصال علاش سيد اللواء ركز عليه يعني بصفة كبيرة وفتح يعني مجال التعاون ودار خالية الاتصال كأنها فضاء تخصصات سمع البصري كل التخصصات كل التخصصات الهدف هو هتكون من مقر خاص بطبيعة عندنا مقر على كلها المقر الخالية نتكلم عن الخالية اللي أحبت نعطيك صورة يعني موجزة هي موجودة على مستوى المديرية العامة الأمن الوطني لها تمثيليات ومكاتب جهوية وعندها كذلك مكاتب على مستوى 48 أمن وولاية هذا العمل مع الإعلام الهدف منه وهو إيصال المعلومة والرسالة الأمنية إلى المواطن في أقرب الأجال وبأقل تكلفة وبكل موضوعية اليوم رأنا نشوفوا أن الإخوة الصعافين الإعلاميين يتعاملوا معنا كأنهم معنا في الجهاز ونحن نتعاملوا معهم كذلك كأننا رأنا في المصالح المواطن أو المشاهدين يقولوا كيف أش أنا نقدر نوصل لهذه الخالية الاتصال وكيف أش نقدر نستفاد من خدمات إذا كنت سمحتين يزيد لك المحور الثالث ليهتم به سيد اللواء كنا تكلمنا على الاتصال المؤسساتي تكلمنا على الإعلام هناك المحور الثالث وهو مهم وهو العلاقات العامة جانب العلاقات العامة يؤكد عليه السيد اللواء الموديل العام الأمن الوطني من خلال التعامل مع الباحثين مع الأساتذة مع المجتمع المدني وكل الفاعلين ونحن لا ننسى حتى يعني من ربما أنستهم نوائب الظهر والأحداث فكم شخصية كرمناها يعني وصلنا إليها في عمق حيها أو بيتها وهذه الناس هذو في إطار التعامل والعلاقات العامة لتصهر عليها المديرية العامة الأمن الوطني مع المجتمع يعني هذه تلت محاور كبرى أما في مخص الاتصال نزيد لك نقطتين فقط هو أن الاهتمام بتاع المديرية العامة الأمن الوطني تهتم بالاتصال الخارجي ممثل في ثلث محاور وتهتم كذلك بالاتصال الداخلي الاتصال الداخلي عند سيد اللواء يعني يعطيه أهمية بالغة حتى يكون في انسجام في السياسة الاتصالية العامة للمديرية العامة الأمن الوطني نعم هذه تفضل سبعي أنا فهمت سؤالتك مع الزميل المواطن كيفاش يتصل خالية الاتصال خالية الاتصال خالية الاتصال المواطن لازم يشاركنا ولازم يعاوننا وكان الاتصال بالموقع الإلكتروني الأمن الوطني فيسبوك تويتر وكابل وعن قريب إن شاء الله نظام جديد رقم الأخضر رقم كاس كارونتويت وإن شاء الله عن قريب نظام جديد اسمه ألو شرطة يعني المواطن يشارك بكل سهولة بكل سهولة أنا مجرد السؤال أنه نقوله كيف يستطيع المواطن أن يتصل مع خالية الاتصال جبل ربي طولنا معه لأننا نحن موجودين معه في كل مكان يعني بمجرد ما تكون عنده رغبة في الاتصال نديره معارض في السحات العمومية الرقم الأخضر 15-48 للصفحات يتواصل الفيسبوك مثلا نتلقى يوميا يعني عدة مشاركات عدة بلاغات عدة تساؤلات تخص القضايا لتهم المواطن ونحن نجيب عليها في حينها إذا كانت قضايا تستدعي التحقيق أو البحث في الموضوع نحن نبحث ونحقق في الموضوع وبعد الحصول على الإجابة نوصلها إلى المعني بالأمر وأظن أن المواطن والمشاهد الكريم اللي رأي يشوف في الحصة هذه العديد منهم يعني صرت لهم تجارب معنا ويأكدو لك هذا التفاعل الإيجابي الكبير نعم قبل الختام أود نسألك سؤال أربما يهم الكثير من المشاهدين حول التوظيف وشنو هي أشواء التوظيف وشنو هي مرحلة التوظيف بالمديرية العمالية الأمن وضعناه إذن التوظيف هو محدد يعني قانوناً والشروط يعني موضوها بموجب مرسوم بتاع التوظيف وكل شروط أعلان ولو الاتصال راه موجودة في الموقع موقع المديرية العامة الأمن ووطني وكلما تكون هناك يعني دفعة سواء فيما يخص السلاك الشرطة الملازمين أو الأعوان هناك يعني إعلان يتم قبل يعني المباشرة يعني المسابقة ويكون فيه يعني يعني يكون عبر مختلف وسائل الإعلان إلى هنا وصلنا بكم موسيقى